بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله موضوعنا اليوم عن فطريات بين الفخدين وعلاجها بالطرق الطبية والوصفات الطبيعية فطريات بين الفخدين هي إحدى أنواع الفطريات الجلدية التي تعيش على الجهة الداخلية من الفخدين وتكون على شكل حلقة حمراء اللون وتعيش في هذه المنطقة لأنها تمتاز بدفئها ورطوبتها وتسبب هذه الفطريات للمصابين حرقة وحكة شديدة وتسبب أيضا تفسخا وتقشرا في الجلد وهذه الإصابة شائعة بين الرياضيين بصورة كبيرة وأيضا على الأشخاص الذين يعانون من سمنة مفرطة وذلك لأنهم يتعرقون بشكل كبير كما أن هذا المرض قابل للانتشار بين الأفراد لذا يحضر استخدام ملابس المصاب ومناشفه سنبدأ بعلاج فطريات بين الفخدين بالطرق الطبية نلخصها فيما يلي تغطية المنطقة المصابة بالبودرة الخاصة للجلب التغطيص فيه محلول بكربونات السوديوم ويحضر هذا المحلول بإضافة ربع ملعقة صغيرة من كربونات السوديوم إلى نصف كوب ماء دافئ وهذا المحلول يعجل من شفاء المرض ويقوم بتخفيف الحكة أيضا دهن المنطقة المصابة بأحد المراهم المضادة والمقاومة للفطريات قد يصف الطبيب أيضا بعض أنواع الدواء الخاصة بالمرض هذه الطرق الطبية أما الطرق الطبيعية لعلاج فطريات بين الفخدين نلخصها فيما يلي تطبيق لبخة معدة من الجزر المبروش طبعا خزه على المنطقة المصابة بالفطريات أربع مرات في اليوم وشرب كأس من مغلي البابونج كل يوم ويحضر بغلي كميات متساوية من زهور البنفسج والبابونج وهذا المشروب للكبار فقط ويمنع ويحذر من تقديمه للصغار ومن الممكن أيضا دهن المنطقة المصابة بهذا المغلي ثلاث مرات في اليوم وهذه الوصفة لكل الفئات العمرية ويجب استخدام قطنة أو قطعة شاش عند الدهن حتى لا تنتقل الفطريات لأجزاء أخرى من الجسم أيضا تناول كأس من مغلي زهرة البنفسج كل يوم ويحضر هذا المغلي بغلي أزهار البنفسج لمدة ربع ساعة وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوصفة أيضا للكبار فقط أيضا تطبيق لبخة زهر البنفسج على المنطقة المصابة ومن الممكن استخدام هذه الوصفة لكافة الفئات العمرية أيضا دهن بقعة الفطريات بمزيج الشمر ويحضر المزيج بإضافة كميات متساوية من الشمر المطحول بشكل ناعم وزيت اللوج الحلو أيضا غسل منطقة الفطريات بمغلي لحاء البلوط ومن ثم يجب غسل المكان بالماء النظيف وغسل مكان الإصابة بخليط زيت الشوفان وزيت اللافندر وهذه الطريقة مفيدة بشكل كبير للأطفال أيضا دهن الفطريات بخليط الزيوت باستخدام قطنة وهذا الخليط يحضر بخلط ملعقة كبيرة من كل من زيت الخروع وزيت اللوز وزيت زهرة البنفسج أيضا دهن بين الفخدين بزيت حب عزيز أو بزيت الزعفران ثلاث مرات كل يوم حتى يتم علاج الفطريات بشكل نهائي أيضا يمكن وضع أوراق الخبازة المسلوقة طبعا معروف الخبازة المسلوقة على بقع الفطريات في الصباح والمساء وتكرر هذه الطريقة كل يوم حتى يتم علاج الفطريات بصورة نهائية أيضا يمكن تطبيق عجينة قصب الزريرة على مكان الإصابة كل يوم حتى الشفاء وتحضر هذه العجينة بمزج مهروس قصب الزريرة أو الزريرة مع كمية من الماء بحيث تتشكل عجينة متماسكة طبعا نضع صور المواد حتى يسهل الحصول عليها نتمنى لجميع دوام الصحة ورعة البال ومثل العادة من انتظر رأيكم التعليقين على هذا الموضوع كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته